بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو جولتنا النهاردة في سوق التونس الحضاري هنشوف النهاردة مبنى الف ومبنى بيه جولتنا هتبقى في المبنين هنشوف مع بعض اجهزة زي تلاجات زي ديب فريزر تكيفات ده بالنسبة لبنى الف مبنى بيه هنشوف اساس جديد خالص اللي عايزين بقى يجيبوا حاجات جديدة اللي مقبلين على الزواج هيجيبوا حاجات حلوة جدا كمان معقولة او يتابعوا معايا الفيديو الاخر عشان تشوفوا كل الحاجات الجميلة اللي انا مصورها لكم اول حاجة احنا عند عم جمعة عم جمعة في مبنى الف طبعا انا صورتلكم عنده قبل كده وفي ناس كتير اتعاملت معاه والحمد لله يعني كانت المعاملة بتاعته كويسة وناس شكرتلي فيه وقالتلي انه هو انسان كويس يعني ويتعامل معهم كويس طبعا ياريت اللي كويس نقول عليه كويس عشان الناس تتعامل معاه اللي مش كويس نركنه على جنب ونشوف غيره عشان يبقى كل بيتعامل ويروح هناك يتعامل معاملة كويسة ويجيب حاجات كويسة ويبقى كمان مرتاح زي ما انتو شايفيني التلاجات انا كتبالكم على كل تلاجة سعرها دي 3000 جنيه على فكرة كل التلاجات دي شغالة وبتجربيها قبل ما بتمشي يعني بتجربي كل حاجة وبتشوف اذا كانت شغالة ولا مش شغالة وعلى فكرة لو اخدتيها لو لقيت فيها مشكلة في البيت بيبقى سهل ان انت ترجعه له تاني لان فيه معاك مدة شهر تقريبا تجربي فيها التلاجة او اي جهاز هتغديل هتجربيه لمدة شهر تمام معاك وماشي كويس خلاص اوكي فيه مشكلة بترجعه له تاني هو ما عندوش اي مشكلة خالص بس الحمد لله يعني هو يعني ما فيش حاجة بترجع له الحمد لله لان هو بيبقى جاي بحاجات متأكد منها عارف ان هي شغالة هما بيبيعش غير الحاجات اللي هو بيبقى متأكد منها الحاجات اللي مش شغالة ما بيعرضهاش اساسا ده بالنسبة للحاجة جمعة ده شغله وده نظامه زي ما انتو شايفين دي الاسعار عندو الاسعار عندو بالنسبة للتلاجة بتبدأ من الفين جنيه توصل لحد سبعتاشر الف جنيه يعني هنشوف دلوقتي تلاجة عندو تعتبر كسر زيرو هنشوفها دلوقتي مع بعض تلاجة حلوة جدا كان سعرها تقريبا سبعتاشر الف جنيه هنشوفها دلوقتي بس هنكمل بصوا بقى هتلاقوا فيه تلاجات هو مشغلها وفي تلاجات هو فاصلها طبعا عشان ما يبقاش ضغط لانه بيبقى تلاجات كتير وكله بيبقى شغل مع بعضه فبيبقى مشغل جزء وفاصل جزء بس طبعا لما بيعجبك حاجة بيشغلها لك على فكرة اللي كان فيه تلاجة عليها ورق طايجر كده دي تلاجة كريازي دي اللي بسبعتاشر الف جنيه بصوا بحالتها ما فيهاش اي مشكلة وفيها كمان اه الضمان بتاعها ما عرفش بقى الضمان ساري ولا مش ساري بس دي اه الضمان بتاعها موجود فيها يعني ما اشتغلتش زي ما انتو شايفين كده سعرها سبعتاشر الف جنيه يعني قفلها كده بصوا حتى اللزء بتاعها لسه عليها ده شكلها من تحت وده شكلها من فوق اهو زي ما انتو شايفين بس عشان هي متخبطة زي ما انتو شايفين التجريحات اللي في الباب بس يعني هيدي المشكلة اللي فيها الحاجات دي بتبقى فارزة تاني فما بتتبعش اه في المحلات او في المعارض اه التلاج الديفريزر اللي قدامنا ده بألفين وخمسمائة جنيه كريازي برضو لأ بثلاث تلاف وخمسمائة اسفل ثلاث تلاف وخمسمائة جنيه اه فيه كمان الديفريزر ده بألفين وخمسمائة على ما اعتقد بألفين وخمسمائة اه الديفريزر اللي قبله كانه فروست ده لأ طبعا الحاجات دي عم جمعة على طول كل ما بنزل عنده بلاقي الحاجات عنده تغيرت فيه حاجات جديدة نزلت يعني انا مش بصور لكم اه حاجات قديمة او حاجات معادة لا انا كل ما بنزل بلاقي حاجات جديدة عنده فدايما الجديد بحب اعرضه لكم فيه كمان قوة عنده الديفريزر دوت اللي عاوز الحاجات دي سعره اربع تلاف جنيه اه اه اللي حب يزور عم جمعة يعرفوا انهم من متابعين القناة عشان يعملوا خصم قويس اه برضو عم جمعة من الناس المحترمة جدا معاملتها حلوة جدا وراجل زوق جدا اه هنا عندنا محمد ابو ظاهرة برضو محمد ابو ظاهرة عنده تكيفات اه يعني زي ما انتم شايفين كده الشباك ده ب2500 عنده الاسبليت ب3 و500 اه طبعا عنده بقى اه كل اللي انتم عايزينه اي حصان انتم عايزينه موجود عنده الواحد وربع الواحد ونص اه الاتنين الاتنين وربع اه الاتنين ونص يعني لحد اه اقوى حصان عنده يعني اقوى حاجة في القوة التكيفات موجودة عنده كل ده شغال مفيش حاجة عنده مش شغالة بيديك الجهاز بيجربه لك كمان قبل ما بتاخده مش بتشيل كده وبتمشي على طول ولو عايز فني بيوفر لك فني يجي يركب لك الجهاز في البيت اه لكن عنده كل حاجته شغالة هو بيشتغل في التكيفات في التلاجات اه شفت كمان عنده بوتجازات شفت غسلات يعني كل الاجهزة دي هو شغال فيها بس يعني الغالباء العظمة عنده تكيفات زي ما انتو شايفين كده بالنسبة للي كان سألني على شباك على قصدي تكيف شباك اه هو انا ملقيتش عنده غير واحد بس لما سألته مفيش كميات قال لي والله دي احنا وظروفنا يعني مش دايما بيبقى موجود كميات منها اه حاليا هم كانش موجود عنده غير واحد بس اه بيقول لي بقى على حسب الظروف ممكن يجي تاني ممكن ما يجيش على حسب بصوا رقم المحل ستة تلاشين الف وانا كمان سيبالكم اه ارقام التليفونات عشان لو حابين تتواصلوا معاهم قبل اه ما ترحولهم لو في حاجة عجباكم يعني تتواصلوا معاهم واعتقد ان الرقم زيرو حداشر ده علي واتساب ممكن تتواصلوا معاهم عن طريق الواتساب وتستفسروا عن اي حاجة انتو عايزينها برضو في عنده تلاجات بتبقى فرز تاني ومش موجودة دايما يعني عشان نبقى واضحين الفرز التاني مش بيبقى موجود دايما انتو حظك انتو نصيبك في الموضوع ده هندخل بقى مبنى به احنا كده في مبنى به خش بقى مبنى به ونشوف ايه اللي موجود هناك مبنى به هتلاقوه كله حاجات جديدة كل الاساس بتاعه دمياطي جديد فيه دمياطي طبعا وفيه العادي بتاعنا بس معظمه هتلاقوه دمياطي الانتري اللي انتو شايفينه ده سعره 12000 جنيه على فكرة ده حرق مصنع وقال لي ان الانتري ده حرق مصنع يعني هو في ال لو هيطلع على محل على معرض وهيتباع فيه هيتباع باكتر من كده بس هو حرق مصنع فعرضينه ب12000 جنيه زي ما انتو شايفين كده اتنين كرسي واتنين كنبة وشكل حلو جدا وشيج جدا للامانة هتلاقوه بس اليد البيضة دي فيها حاجات سودة كده في الفواصل بتاعتها هو قال لي عشان ده حرق مصنع زي ما قلتلكم فهي دي المشكلة اللي فيه مش عارفة بقى دي ممكن تتلمع اللي بيحصل فيها مش عارفة المهم هنشوف بقى القوض اللي موجودة عنده كل القوض اللي هتشوفها دي يا جامعة كونتر 12500 جنيه القوضة اللي قدامنا دي جرار بصوا كمان شكلها من جوة حلو جدا القوضة طبعا اتنين كومودينو التسريحة احنا كنا صورنا قبل كده برضو في المعرض ده على فكرة معرض السهاجي هو مش معرض واحد هو كذا معرض وكذا محل اسمه السهاجي هم مش قريب وما يعرفوش بعض على فكرة هم ما يعرفوش بعض أساسا بس اللي بيشتركوا في البلد هتلاقوا كتير قوي السهاجي هتلاقوا كتير قوي الفيومي مش معنى ان انا عرضت لكم في السهاجي يبقى هو ده السهاجي بتاع المرة اللي فات لان هم مختلفين فاللي هيفرق بقى ما بينهم ارقام التليفونات لما تروحوا معاكم رقم التليفون وعارفين اسم الشخص اللي بتتعامله معاه فده هيسهل عليكم جدا لكن لو هتسألوا على معرض السهاجي في كتير قوي السهاجي في السوق هتسألوا عن الفيومي في كتير قوي الفيومي في السوق تقريبا واجه قبلي محتل السوق كله تقريبا كده فخلوا بالكم الموضوع دي ارقام التليفونات هي اللي هتفصل معاكم في الموضوع ده وكمان ارقام المحلات انا في اخر الفيديو مصورا لكم الكارت وفي رقم المحل وطبعا التليفونات قدامكم القوضة دي كمان 14 الف جنيه فيه على فكرة قوض معاها البانكت بتاعها بيبقى الدولاب مع اتنينكم مدينو مع تسريحة مع البانكت برضو انا بفتح اوريكم شكل الضلفة من جوه عامل ازاي شغلها برضو حلو جدا حاجات شغلها كويس برضو للامانة يمكن هتلاقوا يعني في حاجات في قوض انا فتحت الجرار بتاعها تقيل شوي يعني في قوض كده تفتح الجرار بتاعها تلاقيه بيجري معاك وسهلي كده ولذيذ دي يعني كان في حاجات بفتحها بحس ان هي تقيلة شوي فدي بقى مش عارفة بتبقى مشكلة ولا بيبقى عادي عشان الدولاب لسه جديد بس انا يعني مجربة الجرارات دي فعارفة ان هي بتبقى سهلة على حسب المجرة اللي متركبة ليها يعني في مجرة بتبقى حلوة كده سهلة ولذيذة والعجل بتاعها حلو في مجرة بتبقى تقيلة شوي فاعتقد ان دي من يعني هنقول مثلا الاكسسوار بتاعها مش مصروفة عليه كويس بس مش اكتر لكن زي ما انتم شايفين كده القوض شكلها حلوة جدا اسعارها كمان معقولة جدا يعني عريس عاوز يجيب قوضة نوم وامكانياته ومش سامح ان هو يجيب حاجة عالية قدامكم اهو حاجات جميلة جدا اسعارها كمان حلوة قوي قوي برضو ما تنسوش يا جماعة هو عاملكم خصم خاص كل متابعين القناة ليهم خصم خاص ياريت اللي يتعامل معاه اي حد يا جماعة تتعاملوا معاه رجاءا رجاءا من متابعيني اتعاملته مع اي حد بصوا البنكت اهو بتاع الاوضاء البيضاء اي حد اتعاملته معاه في سوق التونس الحضاري من اللي انا بعلن عنهم ياريت تقولوا لي المعاملة شكلها ايه الوضع ايه عشان لو المعاملة تمام وكي نكمل معاهم وصور لكم عندهم على طول واجب لكم كل جديد عندهم المعاملة مش كويسة يبقى نشوف حد تاني ونتعامل معا حد تاني احنا مش مجبرين ومش ملزمين ان احنا ناخد من حد معاملته معانا مش كويسة خالص المعاملة حتى لو عنده ايه حتى لو عنده دهب حتى لو عنده ارخص حاجة في السوق مش عايزينها تمام اهم حاجة ان احنا نتعامل معاملة كويسة معاملة محترمة يعني حتى لو المحل ده فيه اللي مش موجود عنده حد تاني مش عايزينه ويهمني جدا 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 متابعيني في المقام الاول عندي متابعيني ان هم يدخلوا في اي مكان انا بصور فيه يلاقوا معاملة كويسة ويلاقوا يعني افضل حاجة ده اهم حاجة تهمني واكتر حاجة تهمني ياردت نقولولي الصورة كل حد اتعامل مع اي حد في السوق ولقى معاملته كويسة يعرفني يقولي هو مين بالزبط لقى معاملته مش كويسة يعرفني هو مين بالزبط عشان نبتدي نشوف بديل اللي معاملته وحشة ونشوف والتمام اللي ماشي معانا كويس نبقى متابعين معاه كل جديد واعرضه لكم في كل فيديو ان شاء الله بصوا كمان عنده غرف اطفال زي ما انتوا شايفين كده الغرف كلها سريرين بدولاب بالكمودين وبالتسريحة فيه كمان عنده انتريهات زي ما انتوا شايفين وفيه رقن كمان وكمان الصفرة المودرن دي على فكرة كتيرة او موجودة كتيرة جدا في السوق مبنى به عايزة عفش جديد هتدخلي مبنى به اهو زي ما انتوا شايفين محل رقم 19 تقريبا انا مش شايفة بصراحة هندخل بقى عند في مبنى تاني في قصد محل تاني ابو عمر مبنى به برضو اه انا لفت نظري الجمال اللي قدامكو ده يعني انت عنديك حتة فاضية كده في الشقة فتحطي بقى الطقم الشيك قوي ده هيدي الشياكة ويدي جمال طبعا مش النهائي الخمس تلاف يعني فيه كلام تاني اه بالنسبة للسهاجي وبالنسبة لابو عمر اه متابعين القناة ليهم خاص مخاص على اي حاجة هياخدوها ولازم تقولوا ان انتوا من المتابعين القناة عشان تستفيدوا بالخاص تمام اه بصراحة وانا مش هو زي ما انتوا شايفين كده المحل مش مليان قوي بس انا لفت نظري الطقم ده بصراحة فقلت لا لازم اصوروا ولازم تشوفوه عشان تقولولي رأيكم فيه ايه اه حاجة كده سمبل وبسيطة ولزيزة وملفتة للنظر لو حطتيها في اي كورنر فاضي عندك في الشقة هيدي الشياكة وهيدي جمال قوي جمال حلو اه هنكمل بقى ونشوف القوة ده موجودة عنده ده خلنا بقى صورنا الطقم مش هنسيب القوة بقى اه برضو ناخد فكرة عنها برضو فيه عنده سرار فرداني كل ده هنشوفه مع بعض اه زي ما انتوا شايفين القوة دي برضو كونتر يا جماعة خشب كونتر كله اه مش عارفها دي قال لي اشرة افريقي حاجة كده مش فاكريها بالزبط قال لي حاجة افريقي اه القشرة اللي على اللي على القوة ده اللي هي الطبقة الخارجية اه وبرضو الخشب كونتر هنشوف القوة اللي بعدها دي دي باتناشر الف وخمسمائة جنيه يعني حاجات حلوة اصعارها كمان على قد الايد اه العريز بقى اللي بيجاهز نفسه ممعوش امكانية يجيب حاجة عالية فيه عندك حاجات اه اصعارها معقولة فيه كمان اه في سوق التنسي قوة جديدة خشبها زين حاجات محترمة جدا اه هصورها لكم برضو بتبقى اصعارها عالية شوية هصورها لكم برضو ليه اللي عاوز ده وليه اللي عاوز ده لان طبعا احنا اه كل واحد وامكانياته وكل واحد على قد مقدرته التوصيل موجود عربيات للتوصيل مفيش فيها قلق خالص تبع السوق وموجودة تحته كتير جدا اه هنرجع بقى نشوف السرير الفرضاني بصراحة طقم عاجبني جدا هنشوف بقى السرير الفرضاني ونشوف اسعارها هو عنده نوعين من السرير نوع تقيل ونوع خفيف التقيل بألف جنيه والخفيف بتسعمية جنيه سواء كان متر او متر وعشرين كده احنا جولتنا خلصت ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم لايك وشير للفيديو لأول مرة تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناة مستنية رأيكم وتعليقاتكم وتقولوا لي مينك كويس ومين الوحش في السوق عشان الفترة اللي جاي نشتغل عليهم اشوفكم في جولة جديدة بوي بوي